كل انظمتي يلي شاركت معكم من قبل ما بتعتمد على الحرمان ولكن بهالجدول المنقذ والسريع لمدة اسبوع يلي هو اخر اسبوع من ربضان رح نكسر القاعدة ورح نمشي على خطوات معينة سريعة لحتى نحاول ننقذ حتى لو 3 الى 4 كيلو بهالاسبوع او 10 ايام يلي فاضلين ونستغل وقت الصيام تلمو شايفين رح نعتمد على 4 ممنوعات 4 مسموحات و4 اصناف نكثر منها اول شي خليني احكي لكم عن الممنوعات رح يكونوا المعجنات والخبز بجميع انواعهم بهالاسبوع فقط العصائر والفواكه ونبه انه الجدول لمدة اسبوع فقط الحلويات بجميع انواعها واشكالها بجميع انواع المحليات وكمان كل انواع المقليات بالزيت الاصناف المسموحة هي اللحوم والبيض والبقوليات اللي هو البروتين بشكل عام كمان الخضار بجميع اشكاله مطبوخ او مسلوء او ني مسموح كمان الارز تاخدوا منه 4 ملاعق فقط اما بالنسبة الاشارات اللي لازم نكثر منها وهي بلا منازع بالاول الماء كمان الحركة قبل الافطار كتير كتير ضرورية وعامل كتير مهم ورح يساعد بشكل كبير الخضار الورقية بتطحنوها بشكل سائل وتشربوه قبل السحور بنصف ساعة كمان مشروبات الديتوكس اللي هي منقوع الخضار بتجهزوها قبل بيوم وبتشربوها بعد الافطار لحد وجبة السحور الوجبتين طبعا هنن فقط افطار وسحور رح نتقيد فيه هون بين الافطار وسحور ما في اكل ابدا وجبة الافطار بتاخدوا طبق صلطة كتير كبير وبتاخدوا جزء بروتينات واربع ملاعق من الارز السحور رح يكون خالي تماما من النشويات ما فيه رز ما فيه خبز يعني على السحور بتاخدوا فقط نوع بروتين والخضار مسموحة بجميع اشكالها بنصحكم ما تعقدون نفسكم بالنسبة للحركة اللي قبل الافطار بتمشوا عشرين دقيقة بالمكان يعني بالبيت يعني انت لو ست بيت ووقفة بالمطبخ حاولي بس تجهدي نفسك وتعلي نمضات قلبك لمدة عشرين دقيقة حتى لو تعملي كل مثلا خمس دقايق اربع خمس قفزات وراء بعض هيك بتعلي فيهون نبضات القلب هذا شيء كتير رح يساعد فيه ملاحظات كتير مهمة لازم الكوني اياها اول شيء الملح ما تستخدموا الملح العادي استخدموا ملح الهملاية لحتى ما يحبز سوائل بجسمكن وما نستفيد شيء على الافطار ما نكتر من الرز إلنا اربع ملاعق فقط اكثروا جدا من السلطة المشروب الاخضر بيكون قبل السحور بنصف ساعة وليس بين الافطار والسحور بين الافطار والسحور ما مناخد شيء ابدا غير المي واشروبات الديتوكس والشاي الاخضر مثلا من غير سكر لا تترجو نتائج اذا لم تشربوا الماء اذا ما شربتوا مي بكميات كافية من 7 ل 12 كاسة بين الافطار والسحور ورح تحصلوا على اي نتيجة وكل تعبك رح يروح على الفاض وفيه كتير طرق فيك يتذكر حالك بشرب المي والله حتى لو علق كاسة المي هيك صورتها على البراد لحتى اتذكر اشرب مي وهذا كان جدولي للكم باخر عشر ايام برمضان بتمنى تلتزمو فيه لحتى تحققوا حتى لو نتيجة بسيطة بتسعدكن بايام العيد كل عام انتو بخير شكرا لاستمعكم والسلام عليكم